إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسال العلماء عما شاءوا طب وهندسة وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء أهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون ضيفنا في نافذتنا الطبية سعادة الدكتور علي بن محمد الخيري عضو مجلس إدارة جمعية لاباس للطب التطوعي بالقنفذة وعضو مجلس إدارة جمعية زمزم لخدمات الطبية التطوعية بمطقة مكة المكرمة استشاري طب وجراحة العيون حياه الله وحياكم الله يحييك وحيا الله الأخوة المشاهدين بس تصحيحا عضو في جمعية لاباس وجمعية زمزم وليس عضو مجلس إدارة مرحبا يا دكتور فإزاكم الله خير الله يعطيك العافية دكتور علي لو حبينا نسأل بداية لماذا عمليات تصحيح النظر هل من أجل تقوية النظر المحافظة على النظر أو الخوف من ضعف النظر وحيا الله الأخوة المشاهدين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا شك أن البصر نعمة من نعم الله جل وعلا ولذلك قال جل وعلا وجعل لكم السمع والأبصار والأفيدة لعلكم تشكرون وفي سورة المكر قليلا ما تشكرون فالبصر نعمة عظيمة ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة دليل على عظم هذه النعمة وهي نعمة البصر ولذلك قبل أن نتكلم لماذا نحن نجري هذه العمليات لو نعطي تعريج بسيط كذا حول المشكلة أصلا وذات أصول المشكلة بالتعريج على الشرح كما يقول شرح تشريحي للعين ثم نتطرق إلى لماذا نقوم بعمليات تصحيح الإبصار هذا نموذج للعين إذا كان المخرج يستطيع أن يعطينا حول الله العين سبحان الله يعني كالكاميرا أو الكاميرا قطبست من العين ولذلك كذلك في الجوانب الطبية أو في الجوانب العلمية يقتبسون مما خلق الله سبحانه وتعالى فالطائرة قطبست من الطائر وبالتالي تقدم وكذلك الكاميرا الكاميرا قطبست من العين فالعين فيها عدسة والكاميرا فيها عدسة العين فيها القرانية وفيها العدسة وفي العدسة هذه لها زوم زوم هذا هو التكيف ثم تقع على الشبكية وهذه الشبكية سبحان الله ملايين الخلايا التي تتحول إلى خلايا عصبية التي تتحول إلى نبضات عصبية أو إشارات عصبية فترسل إلى الدماغ عن طريق كالكيبل الذي يحوي أكثر من مليون ونصف خلية عصبية فصنع الله سبحانه وتعالى في خلق العين عظيم والعين جانب متوسع الجانب المهم الذي يهمنا هذا اليوم هو القرانية وعدسة العين فأمليات تصحيح الإبصار هي تعتمد على هذا أو على الجانبين القرانية هذا الجانب الأمامي وكذلك عدسة العين عدسة العين تقوم بكسر ثلث الضوء أو ثلث الإشعاع الضوء على الشبكية القرانية تقوم بالثلثين فلذلك عمليات التصحيح ارتكزت على هاء الجانبين جانب القرانية وجانب العدسة فلو يعني يتبين أو نعرض الصورة حقة الأول صورة عشان يتبين لنا ممكن مخرج يعرض أول صورة الصورة الصورة تبين لنا أنواع الانكسار هذا أول صورة للعين الطبيعية كيف أن الضوء ينكسر مباشرة على الشبكية ثم في طول نظر يكون خلف الشبكية وفي قصر النظر يكون قبل الشبكية وفي الاستغماتيزم يكون متشدد لذلك احتاج الإنسان أو احتاجت العين للنظارة حتى تضع الاشعاع أو الاشععة الضوء أو انكسار الضوء على الشبكية كما هو في الصورة الأولى فلذلك جاءت عمليات التصحيح للناس الذين يستخدمون النظارة للاستغناء فقط على النظارة نقوم بتسليط يعني أشعة التصحيح إما على القرانية أو بزراعة عدسات على العدسة تسليط أخير دكتور تسليط الأشعة أشعة الليزر أشعة الليزر على القرانية أو زراعة عدسات على العدسة حتى يتم الاستغناء على النظارة تقوي النظر؟ أو تضبط النظر على وضعه؟ هذا من الخطأ الشائع عند كثير من الناس أن ينظر أن عمليات تصحيح الإفصار هي لتقوية النظر أو للمحافظة على النظر فهي فقط للاستغناء عن النظارة في حالات قليلة يعني تعتبر جانب علاجي إذا كان عين أقوى من عين نعالج العين حتى تتساوى مع العين الأخرى هذا جانب آخر وطرح آخر من الحالات دكتور علي هل هذه العمليات آمنة للجميع؟ أم أن هناك أناس يعني يجب أن يحذروا من هذه العمليات؟ هو طبعا العمليات ليست آمنة للجميع لكن الفحوصات هي من تدلنا على هذا الشخص العمليات له آمنة أو هذا الشخص هناك خطورة في إجراء مثل هذه العمليات فلذلك الحذر في هذه الأمور باتخاذ الفحوصات المناسبة مربط فرص في نجاح العملية جميل دكتور علي عادة تم تكون دعايات عمليات الليزك والليزر وأنواعها بعبارات ألقي النظارة عيش حياتك تحرر من النظارة بينما دكتور علي لا زال يلبس النظارة وأنتم استشاري طب وجراحة العيون وتقدمون هذه العمليات للاستناغة عن النظارة ربما لآلاف ما السر في هذا طبعا لأني أربط السؤال ليس بشيء شخصي ولكن بصفة عامة دائما يقول لماذا طباء العيون يلبسون النظارة فهذا السؤال طبعا دائما يطرق تجده دائما من المرضى يطرقوه خاصة أنا عندي في العيادة بحكم أن يلبس النظارة أو ترى تقرأ في أعينهم إذا ما أفصحوا هذا السؤال طبعا فلذلك نقول أولا العمليات طبعا من أكثر العمليات شيوعا على مستوى العالم ليس ومصرح بها في جميع هيئات الدواء والغذاء على مستوى العالم بما فيها أكثر الهيئات تشددا اللي هي هي هيئة الدواء والغذاء الأمريكية الـ FDA تعتبر من الأكثر العمليات أمانا إذا كانت الفحوصات ملائمة جميع أنا أقولك بالإجماع وأجزم على هذا أنه جميع أطباء العيون الذين يجرون هذه العمليات أجروها لأقاربهم إما أبنائهم أو أخوانهم أو ما شاء أنا شخصيا ما لا يقل عن 17 أو إلى 18 من الأقارب المقربين تم إجراء العمليات لهم هناك أسباب تمنع بعض الزملاء أولا العملية لازم أن نعرف أنها عملية كما ذكرت يعني إليكتف أو يعني شيء اختياري ليست بعملية ضرورية إنما هي فقط للشخص الذي يريد أن يستغني عن نظارة شخص يرى أن في النظارة ثقل عليه شخص يرى أن في نظارة تحجبه عن ممارسة كثير من أعماله إمرأة ترى أن النظارة تخدش في جمالها ما شبه ذلك فهي عملية اختيارية فهناك يعني من الأطباء من لا يرى أنها ضرورة بالنسبة له ولا يرى أن له حاجة في إجراءها فلا يجريها وهناك من الأطباء من أجرها وكثير من الزملاء الذين نراهم أحيانا يظهرون بلا نظارة هم كانوا يلبسون نظارة فنسبة أطباء العيون يعتبر من المجتمع هي نفس النسبة أو نسبة تصحيح الإبصار في أطباء العيون تقريبا هي نفس النسبة في تصحيح الإبصار في المجتمع الأمر الآخر قد يكون بعض الأطباء غير ملائمين وأنا هذا السبب الرئيسي أنه هناك رقة في سماقة القرنية وبالتالي كان مانع من موانع جراء أحد العملية كذلك في بعض الأطباء قد يكون السن السن له دور من تجاوز الـ 45 أو الـ 50 في إجراء العمليات أنه قد يحتاج نظارة كرأة فمعظم أعمال الأطباء حول الملفات والعمليات والميكروسكوب كلها أشياء نظر قريب فبالتالي احتياج النظارة في هذه الحالة يكون عالي كذلك في تخوف من بعض التموجات أو بعض الآثار التي تؤثر في حدة النظر في الميكروسكوب وخاصة أن أطباء العيون هم جراحين على الميكروسكوب ومعظم عملهم على هذا الجانب فهناك هذا الجانب أو فيها من المجتمع فالشاهد أنه لكل له سبب أحوال هذا الجانب و لكل له إعتباره في سبب هذا الله أعطيك العافية دكتور نسمع عن أسماء متعددة لعمليات تصحيح البصر الليزك، الليزر، اللازك، إي بي ليزك، فيمتو ليزك، فيمتو سمايل أسماء كثيرة ما الفرق بين هذه الألواع من العمليات وهل تصلح هذه العمليات لكل أحد أم أنه لكل حالة نوع هل الاختيار مثلا من الطبيب أو من المريض يعني حول هذا الكلام نعم وإكمالا للسؤال السابق اللي ذكرت هل كل المرضى ملائم لهم لدينا شرقين رئيسية في الملاءة في مدى صلاح مناسبة هذه العملية للمريض أو عدمه الشرط الأول البلوغ والشرط الثاني الملاءمة البلوغ بمعنى أنه تجاوز سن الثامنة عشر وأن هناك ثبات في النظر لمدة سنة على الأقل هذا معنى أنه نظره بلغ مدى وبالتالي أصبح ملائم أصبح مناسب لعمليات التصيير فالشرط الآخر ولو تعرض صورة أن يكون الصورة التي هي ثلاثة أو رقم ثلاثة صورة رقم ثلاثة أن يكون ملائم ملائم أنه يكون إكليميكيا ملائم طيب عفوا إلى أن ننتقل للفقرة الأخرى فاصل أيها الإخوة قصير كنوا بالقرب من كبار المفسرين والمؤرخين الإمام العلم المجتهد محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري ولد سنة أربع وعشرين ومئتين في طبرستان ونشأ بها وأخذ عن علمائها قال الطبري عن نفسه حفظت القرآن ولي سبع سنين وصليت بالناس وأنا ابن ثمان سنين وكتبت الحديث وأنا ابن تسع سنين ورأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي مخلات مملوءة حجارة وأنا أرمي بين يديه فقال له المعبر إنه إن كبر نصح في دينه وذب عن شريعته فحرس أبي على معونتي على طلب العلم وأنا حينئذ صبي صغير أكثر الطبري من الترحال فرحل إلى الري ثم بغداد والبصرة والكوفة ومصر روى عن أحمد بن منيع وهناد بن السري ومحمد بن المثنى وغيرهم وروا عنه أبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وأبو بكر الشافعي وأبو أحمد بن عدي وغيرهم من العلماء قال الذهبي كان ثقة صادقا حافظا وكان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف قل أن ترى العيون مثله وقال الخطيب البغدادي كان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره فكان حافظا لكتاب الله عارفا بالقراءات بصيرا بالمعاني فقيها في أحكام القرآن عالما بالسنن وطرقها عارفا بأقوال الصحابة والتابعين عارفا بأيام الناس وأخبارهم له مؤلفات كثيرة شهيرة منها التفسير المشهور جامع البيان في تأويل آي القرآن وتهذيب الآثار وصريح السنة وتاريخ الأمم والملوك والتبصير في أصول الدين وغيرها من الكتب العظيمة والنافعة قال أبو حامد الإسفراييني لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيرا توفي الطبري رحمه الله عشية الأحد اليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة من الهجرة عن ست وثمانين سنة رحمه الله ورضي عنه مرحبا بكم مرة أخرى دكتور علي كان الحديث قبل الفاصل حول أنواع عمليات تصحيح الإفسار نعم نذكرنا طبعا الملائمة في قضية البلوك ثم لنا أنه يكون الفحص الكلينيكي والتصوير الطبقي يكون ملائم هذا واضح في الصورة هذا التصوير الطبقي هذا دائما مصاحب لعمليات التصحيح وبين في العين اليمين وفي جهة اليمنى اللي هو القرانية السليمة وفي الجهة اليسرى اللي هي القرانية المخروطية وهذا القرانية المخروطية اللي غير ملائم لهم عمليات التصحيح كذلك في الصورة التي رقم أربعة في الفحص الكلينيكي يتبين إذا كان هناك أي خلل في القرانية أو في القزحية أو في الشبكية أو وجود مياه بيضاء أو مسببات أخرى تمنع يعني إجراء العملية أنواع العمليات حول الأسماء كلها يعني أنا يعني لازم هناك في أسماء علمية وشيء متعارب به يعني علميا وفي كتب هناك أسماء اصطلاحات أو يعني تجارية قد يعني بعض الشركات تضع لها بعض المصالحات كجانب تجاري لكن خلاصة الأمر نحن عندنا نوعين من التصحيح على القرانية وفي تصحيح آخر على العدسة اللي ذكرتها في البداية على القرانية إما تصحيح يكون عميق أو تصحيح سطحي التصحي السطحي هذا ممكن لو نعرض الفيديو الأول التصحيح السطحي هو فقط يتم تنظيف سطح القرانية إما بالليزر ممكن نعرض الفيديو الفيديو رقم خمسة يتبين كيف الآن يعني هذا القرانية يتم تنظيف سطح القرانية إزالة طبقة طلائية فقط إما بمادة الكحل أو بمادة أو بجهاز اللي هو زي الفرش الفرشاء أو أحيانا بالليزر نفسه ثم يتم تسليط اللي هو التصحيح أو الإكزايمر ليزر وبعد ذلك يتم وضع عدسة مؤقتة لمدة أربع أيام هذه في مصطلحات كثيرة لا تعنينا بعضهم يسميها سوبر ليزك وفلي لازك لازك بي أر كي الليزر كلها نفس المصطلح هي تصحيح سطحي في نهاية الخيار الثاني هو تصحيح العميق وهذا إما يعمل بالفيمتو ليزك وكان سابقا بالليزك المشرطي بالمشرط الآلي اللي هو الليزك فممكن نعرض الفيديو رقم ستة يبين كيف الفيمتو ليزك هذا الجهاز الفيمتو ليزك يقوم بقص شريحة من القرانية ثم بعد قص هذه الشريحة يتم رفع هذه الشريحة ثم عمل التصحيح اللي هو تصحيح الليزري أو بالإكزامر ليزر ترفع الشريحة كذلك كما نعلم في الفيديو ثم يتم التصحيح بعد ذلك يتم إعادة هذه الشريحة وهذا ما يسمى بالفيمتو ليزك في الآن يعني حديثا صدر ما يسمى بالفيمتو سمايل وهو برضو من التصحيح العميق داخل القرانية أو داخل الطبقة الأساسية من القرانية ممكن نعرض الفيديو اللي يبعده رقم سبعة الفرق هنا أن نحن يتم قص الشريحة الفيديو رقم سبعة في الفيمتو سمايل يتم قص الشريحة داخل القرانية ثم يوضع فتحة بسيطة يتم إخراج هذا الشريحة ما نستخدم هنا الإكزامر ليزر كله باستخدام تقنية الفيمتو سكن ويعني هذا لعل له يعني جوانب إيجابية في قليل تقليل الجفاف أو ما شابه ذلك من يلائم لأي نوع من هذه العمليات هذا يقرره الطبيب المعالج شكرا فبناء على الفحوصات اللي ذكرناها والفحص اللي هو الفحص الكليديكي وتصوير القرانية جميل دكتور علي ما هي المضاعفات التي يمكن أن تحدث بعد عملية صحيح الإبصار طبعا هناك يعني عدة يعني مضاعفات ممكن أن تحصل ولكن حقيقة إذا كانت الفحوصات وهذا مربط الفرص دائما أقول الفحص ما قبل العملية هو يعني لنقدر نحدد فيه مدى نسبة المضاعفات أهم هذه المضاعفات هو ضعف القرانية وتحولها إلى قرانية مخروطية وهذا إذا كانت الفحوصات ملائمة أو القرانية التصوير ملائم نادرا جدا جدا ما يحدث هذا الشيء كذلك من الجفاف وهذا شيء يعني شائع جدا وخاصة إذا كان مريض عنده جفاف مسبق ولذلك الناس اللي عنده جفاف شديد ما ينصع لهم بإجراء العملية من ذلك وجود يعني بعض المضاعفات مثل التهاب الميكروبي لو المريض ما استخدم الأدوية أو وجود عتماء في القرانية لو المريض ما استخدم نظارة شمسية تقي من أشعة الشمس بعد العملية أو بعض المضاعفات التي قد تحصل متعلقة بالشريحة التي ترفع مثل انحلال الشريحة أو انطباعات في الشريحة أو ما شاب ذلك كل ذلك يعتمد على موضوع مهم جدا وهو فحوصات ما قبل العملية جميل دكتور علي تحدث كثير من الناس عن فارق كبير في التكاليف والأسعار بين عمليات تصيح البصر هنا مثلا في السعودية أو في الخارج سواء في أوروبا أو في الوطن العربي الفارق أحيانا يصل إلى أكثر من الضعف أو إلى ثلاثة أضعف أحيانا ما السبب في ذلك صحيح هو شوف لو راضنا إلى بعض الدول ذات الدخل المحدود تجد العمليات هنا قد تصل إلى الضعف أو ثلاثة أضعف لو نظرت العمليات هنا عندنا وفي أوروبا ستجد أن أوروبا ضعف أسعارنا أو ثلاثة أضعف فالتفاوت هذا بين الدول وأحيانا بين المراكز الداخلية له سببين السبب الأول سبب اقتصادي فبعض الدول يعني هناك تكاليف اقتصادية عالية متركبة على يعني المراكز الطبية والسبب الثاني اللي هو على الجودة يعني الجودة العالية الجودة العالية متطلب لها تكاليف يعني عالية مثل التراخيص الطبية احتياج يعني أنا أضرك مثال هنا عندنا في السعودية هناك يعني مراقبة أو رقابة شديدة على الأجهزة الطبية على المواد التي تدخل كلها تخضع إلى مقاييس من قبل هيئة الدواء والغذاء وزارة الصحة يعني نسبة الجودة عالية جدا وفي وجود التراخيص متطلبات بعكس بعض الدول الأخرى هناك تراخي في هذا الجانب هذه كلها متطلبات الجودة عبارة عن تكاليف تنحكس إنعكاسا مباشر على يعني على العملية أو على تكاليف العمليات يعني موضوع الجانب الاقتصادي أو الجانب المادي جانب يعني يعني هاجس على مستوى العالم عامة ولكن يعني الدور اللي بغي أنه يكون فتح المجال للتنافس في قضية بين الشركات وبين المراكز حتى يتم يعني وصول إلى أسعار مناسبة وملائمة للمرضى جميل دكتور علي هناك تخوف كبير من قطاع عريض جدا من المرضى من عمليات تصيح البصار بعضهم يذكر مثلا الخوف من الأخطاء الطبية هناك من يقول أنه هناك من فقد بصره ربما بعد عملية تصيح البصر ما صحت هذا الكلام والإدعاء طبعا هناك مبالغة في قضية الأخطاء الطبية وتحويل أو يعني تحويل كل المضاعفات التي قد تحصل من أثار العملية إلى أخطاء طبية السبق الإعلامي وسبق تنافس الإعلاميين في نشر الأخطاء الطبية بحيث أنها شيء جاذب للمجتمع أدى إلى هذا الهادس هو لا شك أنه هناك أخطاء طبية وتعتبر نسب الأخطاء الطبية من أقل النسب على المستوى العالم أو نعتبر من دول التي ليست لديها نسب عالية حقيقة في الأخطاء الطبية ولكن الإشكالية الإعلامية دائما يظهر الخطأ الطبي ويحجم ويكبر حجمه بمقابل يلغي الإنجازات الطبية الموجودة وهذا الذي جعل نوع من التخوف عند كثير من المرضى التقليل نسب الأخطاء الطبية ينبني على جانب واحد وجانب آخر هو ميار الجودة وهذا الذي تقوم الآن وزارة الصحة في موضوع التراخيص وطاء التساريح معايير للجودة في كل مكان هذا الذي يقلل هذه النسب بالنسبة للعملية التصحيح أنا نادرا جدا ما يحصل فقد بصر وقليل جدا قد تحصل بعض المضاعفات لكن لها حلولها لكن ما في نادرا ما يكون مضاعفات تؤدي إلى العمل أضرب لك مثال مثلا لو قلت لك والله الطريق ما بين جدة ومكة ماذا ترفي هذا الطريق ما رأيك أنه رجل مضى واحترقت سيارته في الطريق نذيع بين الناس أن هذا الطريق قد احترق سيارته خطورة وأنه واحد ذهب واحترقت سيارته أو قد يكون حصل حدث لأحد أصابه مثلا مايكروب بسبب عدم استخدام للعلاج أدى الميكروب هذا إلى إهمال من المريض تفاقم مايكروب دخل إلى العين أدى إلى التهاب داخل العين قد يحصل هذا السيناريو النادر ولكن له عدة أوامل وقد يؤدي إلى مثل هذا الجانب لكنه نادر جدا فالعمليات تعتبر من العمليات الآمنة وأكثر الحمليات عملا وجانب الحيطة فيها في المحافظة على معايير الجودة ومعايير التعقيم مهم جدا في نجاح مثل هذه الأمليات جزاك الله خير شكر الله لكم دكتور علي هذه الإطلالة الجميلة والرائعة والفوائد الثرية شكرا لكم أيها الكرام كنتم معنا ضيوفا كراما مشاهدين أعزاء في برنامجكم الأسبوعي برنامج نوافذ من قناة زاد العلمية إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسالوا العلماء ما شاءوا طب وهندسة وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر